المحور الثالث التغذية الدرس الرابع أعضاء التقاط الأغذية عند الحيوان أتعرف تحتاج جميع الحيوانات إلى الغذاء لضمان بقائها وبما أن نمط غذائها مختلف باختلاف أنواعها فإن أعضاء التقاط الأغذية مختلف أيضا من حيوان لآخر فالحيوانات العاشبة تمتلك طواح قوية تمكنها من مزيد مضغ الأعشاب وأوراق النباتات بينما تمتاز اللواحم بأسنان قاطعة وحدة تمكنها من تمزيق فريستها أما الطيور فتستعمل لهذا الغرض منقيرها التي يختلف شكلها حسب نمط تغذيتها ويستعمل الفيل خرطومه لالتقاط أوراق الشجر العالية ووضع الغذاء في فمه كما أن لبعض الحشرات خرطوما يمكنها من التقاط الغذاء الأسنان الخرطوم المنقار التدرب جمع سامي صورا لحيوانات مختلفة وصنفها حسب العضو الذي تتناول به غذاءها أولا أصنف الحيوانات التالية حسب العضو الذي تتناول به غذاءها الأسنان اللسان المنقار الخرطوم أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة الأسنان يتناول الحصان والأرنب والكلب والجمل الغذاء بواسطة الأسنان اللسان يتناول الضفدع الغذاء بواسطة اللسان المنقار يتناول العصفور والحمامة الغذاء بواسطة المنقار الخرطوم يتناول الفيل الغذاء بواسطة الخرطوم ثانيا أكمل تعمير الجدول بما يناسب البقرة الغذاء الغذاء جيد جيد جداً يا صغاري هكذا تكون الإجابة البقرة الغذاء العجب تتناول الغذاء بواسطة الأسنان الغذاء الأسد الغذاء الغذاء الإجابة يتناول الغذاء بواسطة الأسنان percent الغذاء الافيل الغذاء العشب يتناول الغذاء بواسطة الخرطوم الدجاجة الحبوب والديدان تتناول الغذاء بواسطة المنقار ثالثاً أتأمل الصور التالية وأكمل الجملة بما يناسب من الكلمات التالية خرطومه لسانها القط الحمامة قواطعها تلتقط الحبة بمنقارها البقرة تجمع العشبة بلسانها ثم تقطعه ب الفيل يجمع العشبة ويوصله إلى فمه ب الضفضع تصطاد الحشرات بواسطة يقبض على فريسته بمخالبه ويمزقها بأنيابه أحسنتم صنعاً يا شطار هكذا تكون الإجابة الحمامة تلتقط الحبة بمنقارها البقرة تجمع العشبة بلسانها ثم تقطعه بقواطعها الفيل يجمع العشبة ويوصله إلى فمه بخرطومه الضفضعة تصطاد الحشرات بواسطة لسانها يقبض القط على فريسته بمخالبه ويمزقها بأنيابه رابعاً من أنا؟ أغير لوني حسب المكان الذي أوجد فيه وألتقط الحشرات بلساني أول حرفان من اسمي الحاء فمن أكون؟ أحسنتم يا صغاري هكذا تكون الإجابة أنا الحرباء خامساً أنسخ الرسمة وأكمل تعميره واحد تتغذع الحيوانات العشبة كالخروف والبقرة على تتغذع الحيوانات اللاحمة كالقط والأسد على تتغذع الدواج على أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة واحد عشب اثنان لحم ثلاثة حبوب فالحيوانات العاشبة كالخروف والبقرة تتغذع على العشب والحيوانات اللاحمة كالقط والأسد تتغذع على اللحم بينما الدواج تتغذع على الحبوب اشتركوا في القناة